عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعاً مع محافظ البنك المركزي طارق عامر واستهدف الاجتماع متابعة الموقف في ضوء المستجدات العالمية وأحداث الأزمة الروسية الأوكرانية حيث تم الاطمئنان على توفر التمويل اللازم لشراء السلع الاستراتيجية خاصة المنتجات البترولية والسلع الغذائية بما يسهم في توفرها بالأسواق وتخطي هذه الأزمة العالمية وأشهد رئيس الوزراء بالتنسيق الدائم والمستمر بين الحكومة والبنك المركزي وهو ما أسهم في تخطي أزمات وتحديات سابقة موجهاً الشكر لمسؤولي البنك المركزي على التعاون المستمر لتحقيق خطط الدولة المصرية في التنمية